موسيقى اهلا اهلا بكم نتمنى ان تكونوا في احسن الظروف جبت لكم اليوم احرائشات جيدين اول حاجة نحتاج كاس زيت صغير معلقة زهر معلقة زهر زلافة سميد نحتاج 1 فاني و 1 خميرة معلقة سميدة معلقة صغيرة الملح معلقة زبدة معلقة زبدة نحتاجها في الطيب نبدأ نضيف المواد الجافة اول حاجة سميد ونضيف الفاني كيجوارين كانت منها تجربوهم زوينين بزاف وبنان بطبيعة الحال نضيف مواد جافة ونزيل عليهم الحميرة بزاف ناس عشاق الحرشة حتى انا ولكن كنتعجبنا غير في الفطور اضيف المواد الجافة ونضيف المواد الجافة کملا نضيف حاجة فى المقادر فى المراكز السلافات أخذ بذلك نضيف الزيت الزيت نحاول نخلطه مزيان تشربه على مواد الزيت يعني يكون كل شي فازق ووصله الزيت ما كيش شي حاجه ناشفه كما تتشوفوا معايا وغدا بف هاد المرحلة نزيد الحليب كزي الحليب الكبير هنا مليزدنا الحليب نخلطه مزيان وخاص بليكم جارية ما تخافوش لانه اصلا هاد الحوايج لكي يخليوها تجوارا انها تكون بحضر التكستور وكي نخلوها 1-4 ساعة باش هي قد ما بقعت ما شغل ربع ساعة باش يتخلاطا ساعة ساعة قد تعطيك نتيجة روعة من اللي غير طيبة وغنزيد معيقه المزهر وغنحركو الكل وغنخلوه يرتاح 1-4 ساعة انا علاو التصوير ذاتها 1-4 ساعة ووالا هالنتيجة من بعد 1-4 ساعة كيف اشتسولي عاجل ديال الحرشة ووالا في هاد المرحلة هاده سوف نأخذ المقلب المقلب طبعا تكون عالي عافية سوف ندهنها بالزبدة ونرش عليها شوية سميد من السميدة الحلوة بطبيعة اللي درنا في الحرشة كما تشوفوا معي يخص البلايس يكون مدهونين كاملين ونرشو عليها شوية سميد ونشدو هادك العاجل ديال الحرشة ونشكلوه على شكل كوارات صغار على حرشات صغيرة وراء القياس اللي يبغي نحنا ووالا وتنحطوهم كيني الناس اللي كيستعملو داك المال باش كتقد لا فاغم هاده انا كرتاح نصوب كل شي بيدي كتكون نتيجة زمينا ووالا كل واحدة بش مولف كما تشتو غدا ندير دابة ثلاثة عن طيبهم بطبيعة الحال نزيد ربعة الاخرين حتى شادية الكنتجة اللي اعطتني وبعد ذلك المرحلة قديس كل شي بيدي بطبيعة الاخرين ونزيد ربعة الاخرين وهكذا تنكمل العجين كامل اللي عندي كما تشوفو تيجو محمرين وزوينين ومن المرحلة في المرحلة هادي في المرحلة هادي طب والولين قدرت التربعة الثانية لنزيد ربعة تنمي من فوق حتى لا ينسقوه النام لين يقلبهم ايوالا يقول لي اي احد صغيرين يقولوا يقولوا يدختي بس يبغوش يأكلوا الحرشة عادية قلت سأنادلهم فالكاكاو بس يأكلوا يأكلوا روعة يأكلوا بس يتعبوا ويكونوا تنمي من المخبارات الوليدات سأكلوا نفس الطريقات نفس كل شي طيبتهم حتى هم اه بصحة والراحة احبابي اجو ما شو من التقديم فولا هادو ما الحراشات ديونا هانتو ما تشوفوا كيف اشتيجوا من الوسط روح كنت من اتجربوهم وتعجبكم هاد الوصفة هما اصلا بنا هادا شي اللي فيهم كي يعطيهم وحد لوقو وعر هادو الحراشات الاخرين فولا كتشوفوا معي ما كتتهرس ما كتشقق موالو تدجيم وتماسكة زوينة هشة في النبزة كلها واحد بطبيعة الحال كي سنعرفو كي اللي كي بغي اكلهم مع الفروماج كي اللي كي بغي يدر فيهم العسل والزبدة وبصحة والراحة كي بمكلتهم رهو ما هادوك كنت من احبابي اجبكم الطبق ديال اليوم وكنت سنالي كومنتر ولي لايك ديالكم بيان سور وبركوا با بارتاجيو لاشان ديالي كنموت عليكم وانا تبارك الله عليكم في امان الله